بسم الله الرحمن الرحيم أتكلم في هذا الجزء عن موضوع جديد من الواحدة الأولى ألا وهو الانتيرفلز أو الفترات تعريف الفترة هي جزء من خط الأعداد جزء من خط الأعداد اللي تناولناه في المقطع السابق أو في الجزء السابق الجزء ده لازم يكون له بداية ولازم يكون له نهاية هذه البداية والنهاية ممكن يكونوا عدد محدود أو ممكن يكونوا غير محدود وفي هذه الحالة نقول أن الفترة منتهية أو محدودة إذا كان البداية والنهاية بتاعتها الاثنين أعداد محدودة أما إذا كان البداية أو النهاية أو هما الاثنين مع بعض عدد غير منتهي فأقول على الفترة أنها غير فترة غير منتهية كذلك الفترات دي ممكن أقسمها إلى فترات مغلقة بالشكل اللي قدامنا ده أي أن البداية كلها من نقطة البداية ونقطة النهاية موجودين معايا ضمن الفئة بتاعتي أو فترات مفتوحة والفترة المغلقة والفترة المحدودة المفتوحة لاثنين فترات منتهية الفرق بين الفترة المفتوحة والفترة المغلقة أن البداية والنهاية أو العدد الموجود في البداية والعدد الموجود في نهاية الفترة غير موجودين معايا في الفئة بتاعتي وفي نوع ثالث هو النصف مغلقة أو النصف مفتوحة أنها تلاقيها مفتوحة من البداية ومغلقة من النهاية أو العكس مغلقة من البداية ومفتوحة من النهاية أنا ممكن أمثل هذه الفترات على خط الأعداد بالشكل اللي هنشوفه مع بعض الوقت مثلا الخط الأول ده خط أعداد بدء من سالب ما لا نهاية من اليسار إلى ما لا نهاية من اليمين وكذلك بالنسبة لبقية الفترات لو فترة مفتوحة A وB يبقى كل الأعداد والأرقام اللي بين A والB موجودين معايا في الفئة بتاعتي لكن A نفسها اللي هي البداية والنهاية بتوعي لاثنين دول مش موجودين ضمن الفئة لما حب أكتبها كفئة لازم أكتبها بين قصين مع كوفين بالشكل ده بكتبها هي X بحيث الخط ده أو المقططين دول معناهم بحيث أن الـ X أكبر من الأي وأقل من الـ B لو الفترة بتاعتي مغلقة من ناحية الـ B يبقى حقفل من عند الـ B بالشكل ده وخليها مفتوحة من عند الـ A واكتبها كفئة X بحيث أن الـ X أكبر من الأي وأقل من أو يساوي الـ B خط اليساوي لأنها مغلقة وهكذا بالنسبة للنصف المفتوحة و دي هنا غلط الجزء ده المفتوحة تكون دي مقفولة بالشكل ده كده يبقى مغلقة من عند الـ A ومغلقة من عند الـ B وبالتالي أكتب هنا أكبر من أو يساوي وهنا أصغر من أو يساوي الأربع دول كلها فترات منتهية أو محدودة ليه؟ لأن البداية والنهاية بتاعتي أعداد محددة لكن الجزء ده كله يئما البداية يئما النهاية أعداد مال نهاية أو سالب مال نهاية لكن البداية بتائيتها بدأة من سالب مال نهاية هنا لها بداية ومعاية إلى مالة نهاية هنا لها نهاية وموجودة معاية لكن البداية تأتي سالب مالة نهاية لو البداية والنهاية أعداد غير منتاية لها من سالب مالة إلى مالة نهاية فدي اللي بسميها مين بسميها خط الأعداد بالكامل اللي هو R يبقى أنا عندي إما فترات مفتوحة إما فترات ملقة إما نصف مفتوحة إما نصف ملقة لكن في كل هذه الفترات لها بداية ولا نهاية أسميها فترة منتهية إذا كانت كل من البداية والنهاية أعداد لكن أسميها غير منتهية إذا كانت أي من البداية أو النهاية أو كلتا البداية والنهاية أعداد غير منتهية اللي هي ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية